موسيقى 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 ما يقارب ستة مليارات دولار ونصف هي حجم التبرعات التي جمعت في مؤتمر المنحين ببروكسل للسوريين ليارات لا ندري إن كانت ستخفف عن السوريين عبئهم الثقيل نظرا لصعوبة الموقف السوري وتعقيداته تحدي الحصول على المليارات وتحدي ألية تحويلها لمساعدات وإدخالها بعيدا عن سلطة نظام الأسد تحدي حصول السوريين في مناطق النظام على جزء من هذه المساعدات دون استفادة نظام منها كلها تحديات تثقل كاهل العاملين في الشأن الإنساني في ظل إصرار من النظام وحليفته روسيا على ربط المساعدات بيديه فهل سينجح في مسعاه هذا؟ أهلا وسلم بكم مشاهدين لا كان في حلقة جديدة من ثنايا الخبر ونناقش فيها مؤتمر بروكسل المانحين ما تعهد بتقديمه للسوريين وما هي آلية إيصال المساعدات للسوريين أثمر مؤتمر بروكسل المانحين عن تعهدات مالية من دول غربية وعربية بقيمة 6 مليارات و400 مليون دولار أمريكي قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا جرينفيلد أن تلك المبالغ لن تذهب لنظام الأسد ولا لإعادة الإعمار وإنما ستخصص للشأن الإنساني للنازحين واللاجئين السوريين المزيد من التفاصيل في هذا التقرير تعهدات مالية خرج بها مؤتمر بروكسل للمانحين حول سوريا وصلت إلى 6 مليارات و400 مليون دولار حسب ما أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي جانيز ليناريتش المؤتمر الذي عقد تحت مسمى دعم مستقبل سوريا والمنطقة قسم المبالغ الواردة بين منح وقروض فكانت ألمانيا أكبر أولئك المانحين إذ تعهدت بتقديم 1.9 مليار دولار أمريكي للسنة الحالية والاتحاد الأوروبي بتقديم 656 مليون بينما تعهدت أمريكا بتقديم 596 مليون دولار وعربيا تعهدت قطر بتقديم 100 مليون دولار والإمارات 30 مليون مع مبالغ أخرى متفاوتة من عدة دول حول العالم السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا جرينفولد أكدت أن تلك المبالغ لن تصل إلى النظام الأسد بل إلى مخيمات النازحين واللاجئين وهي للشأن الإنساني فقط لا لإعادة الإعمار بينما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لفتح معبر حدودي آخر مع الشمال السوري مطالبا روسيا بعدم استهداف المعابر بغية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية أما مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فحمل نظام الأسد مسؤولية تأخر الحل الشامل بسبب إصرار النظام على سلوكه وتفاعله مع دول العالم وإجرائه انتخابات لا تراعي القرار الأممي رقم 2254 وفق بوريل ومع أن الأمم المتحدة سعت لجمع عشرة مليارات دولار وبالنظر إلى أن نسخة مؤتمر بروكسل من العام الماضي حصدت 7.7 مليار دولار يبدو المبلغ هذا العام أقل من التوقعات في ظل غياب السيطرة على جائحة كورونا وتعثر العديد من الاقتصادات في المنطقة والعالم أو ربما تدني الرغبة الدولية بالتعاطي تجاه الملف السوري مع تقادم السنين وللحديث أكثر حول هذا الموضوع رحب ضيوفي معي في الأستوديو الأستاذ محمد سكري بحث في مركز الجسول للدراسات ومن غازي عنتاب وعبر السكايب السيد يقضانش في شكل مدير منظمة مرام أهلا وسهلا بكم ضيوفي سيد يقضان دعني أبدأ معك ما يقارب 6 مليارات ونصف المليار هي ما تم التعهد بتقديمه للشعب السوري لإغاثته هل يكفي هذا المبلغ بداية؟ كيف سيتم تقسيمه بين السوريين في مناطق توزع النفوذ إن كان داخل مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة والمناطق الخدعة لسيطرة القسد؟ ما هي أليات صرف هذا المبلغ وتحويله لمساعدات؟ طبعاً المبلغ المطلوب الذي كان يتمه المتحدة وهو 10 مليارات دولار يعني عملياً لحنا ما جمعنا أكثر من 60% لـ 60% من المبلغ من قول النصريين محتاجينه هذا يعني أنه ما سيضع الإمكانيات كاملة وخلينا نقول ما جمع المبلغ لسه هي تعهدات بدفع المبالغ يعني ممكن يقول أنه ما يتفقق بعد فترة أو ممكن يتفقق أكثر للسنة الماضية وصلوا إلى 7 مليارات دولار الحاجة مثل ما قلنا هي 10 مليارات حسب أحصائيات الأمم المتحدة العام الماضي كان فيه تخصيص عبر الحدوث لمعبرين اليوم صار في عنا معبر يعني اليوم مناطق المساعدة عن طريق دمشق إلى الحصة الأكبر من مبلغ الموجودة وهو 6 مليارات طبعاً في آليات كيف توزع هذه الحصاص؟ طبعاً حسب الأليات وحسب عدد المحتاجين في مناطق عن طريق دمشق مكاتب الأمم المتحدة ومكاتب غازي عنتاب ومكاتب شمال الشرق سوريا تختلف التوزيع من حسب احتياجات وعدد السكان طبعاً كل مكان من مكاتب الأمم المتحدة يقدم احتياجات وعدد السكان المناطق الموجودة تحت سريطة النظام حالياً أكبر من أكبر بعدد السكان من المناطق الموجودة تحت خلينا نقول المعارضة وبالتالي مناطق الموجودة تحت النظام المفروض تحصل على مبالغ أكبر طبعاً مثل ما ذكرت بالتقرير فيه اشكالية عن طريق عن السقة بالنظام بما يوصل المساعدات للناس محتاجين وطبعاً فيه اشكالية أنه ما بيخلي الأمم المتحدة يتصل إلى الأماكن واللي بدها هي توصل عليها النظام ما بيقض المناطق وحتى أحياناً للأشخاص وهذا بيعمل اشكالية بشكل عام لحتى مكاتب الأمم المتحدة توصل المساعدات نعم سيد يقدم ما تأثير وجود معبر واحد فقط خارج عن سيطرة النظام على دخول المساعدات إلى الناس في المناطق المحررة طبعاً النظام وحلفاء وعب يحاولوا أنه يحصوا المعبر لمعبر واحد أو حتى هلأ جاي بعد ثلاثة أشهر لتصويت على هذا المعبر أو فتح معابر أكثر يطمح أنه يخلق جميع المعابر والتي تدخل عبر الحدود ليخلي الأمم المتحدة تعمل عن طريق حكومة دمشق فقط وهذه مشكلة كبيرة لأن حكومة دمشق أولاً غير موثوقة من الطرفين ثانياً لا تستطيع أن تصن مساعدات إلى الشمال السوري ثالثاً هي طرف من أطراف النزاع ولا يمكن أن تكون حيادية في هذا الموضوع طبعاً ما ذكر الوزير الخارجي الأمريكي والأدى الدول الأوروبية هم قتح معابر أكثر وليس معابر أقل ولكن روسيا والنظامة بحول تأخلاق هذا المعبر والأمر خاضع لمجلس الأمن والسلطة الدول التي تملك حق نقد الفيتو سيد محمد مرحباً بك مجدداً يوم روسيا كما ذكر ضيفي تضغط إن كان سياسياً في مجلس الأمن أو حتى عسكرية من خلال القصغ الذي شاهدناه بالفترة الأخيرة باتجاه منع دخول المساعدات إلا من خلال نظام الأسد هل ستتمكن النظام حسب رؤيتك وحسب التصريحات الدولية التي نشاهدها وخاصة تصريحات وزيع خارجية الولايات المتحدة الأمريكية هل ستتمكن روسيا من احتكار المساعدات الإنسانية أن صح التعبير؟ بالبداية تحياتي لك فيما يتعلق بمؤتمر بروكسل الأخير من المهم جداً قبل الحديث عن الدور الروسي في سوريا من ناحية المساعدات الإنسانية الاطلاع على مخرجات مؤتمر بروكسل جاء في مؤتمر بروكسل بعض النقاط تتحدث عن ضرورة الدفع تجاه تمديد القرار 25-33 القرار 25-33 تم إقراره عام 2020 منتصف عام 2020 ويتعلق أيضاً بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهواء فبالتالي اليوم في ظل الدفع بتضمين القرار 22-35 ضمن مخرجات مؤتمر بروكسل هذا يعني أن هناك دفع تجاه أن يتم إقرار القرار مرة أخرى والضغط على روسيا من باب آخر لأن يتم إدخال المساعدات عبر هذا المعبر كيف سيتم الضغط على روسيا؟ ماذا سيقدم لروسيا؟ أعتقد هذا من جهة وهناك جهة أخرى أيضاً تحدث البيان عن ضرورة إدخال المساعدات أيضاً عن طريق معبر العروبية أيضاً الذي تم إغلاقه خلال فترة الخمس سنوات الماضية الحديث الآن اليوم صراحة المشهد السياسي في سوريا مرتبط بشكل أو بآخر بالمشهد الإنساني وروسيا حقيقة منتعدة جراء عدم استدعاء النظام السوري إلى مؤتمر بروكسل للأخير فبالتالي هل يمكن الحديث أن روسيا ستغلق ستدفع باتجاه أو ستنجح في إغلاق معبر باب الهواء؟ لا أعتقد ذلك وأعتقد أن المجتمع الدولي على رأسهم الاتحاد الأوروبي سيضغط في اتجاه تسوية مع روسيا لإعادة تمديد القرار الأخير ما هو شكل هذه التسوية التي من المفترض أن تتم؟ من المفترض أن يكون هناك تسوية على صعيد أيضاً العملية السياسية في سوريا هل من المحتمال أن تقدم روسيا ضغط أكبر على نظام فيما يخص اللجنة الدستورية تماماً أعتقد خاصة ضمن زيارات المكوكية التي أجرتها روسيا الأخيرة إلى دول الخليج هناك تسوية ما تروح بالأفق وخاصة فيما يتعلق أيضاً لا ننسى أن نحن على مقرب من الانتخابات الرئاسية في سوريا التي ستكون في منتصف العام الحالي فأعتقد هناك تسوية من نوع ما أو مقايضة لإدخال المساعدات الإنسانية في سبيل ممكن تأجيل الانتخابات القادمة التي تعلق بالرئاسة السورية وأعتقد هذا كارت بيد الروس يمكن اللعب عليه لإطالة أمد النظام السوري قدر الإمكان خلال العام الحالي اسمح لي سيد محمد المشاهدين الأكارم فاصل قصير ثم نعود لنكمل الحيوار عنها تضحيات كثيرة قدمتها نساء خلدت تاريخ أسماءهم كلنا نمتلك قصة تستحق التوثيق نتطلع اليوم نحن النساء إلى بناء المجتمع نحن ببرنامج صوتك بغير ومن خلال قصصكنا سنلقي الضوء على تجاربكم وسنعمل على حلها لننسج دربا نبني خلاله مجتمعا قويا متينا متماسكا لأن الطريق أقصر عندما نسيره معا اشتركوا في القناة 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 بمتجدعوا في القناة صعbirوا في القناة بالعكس النظام الدولي يترون إلى دعاءوا النظام تريد الحصول اليه اشتركوا في القناة أكيد المواطن السوري متأسى بمنظومة الفساد ودعمتها حكومة دمشق أشكرك جزيل الشكر سيد يقضانش شكلي مدير منظمة مرام كما أشكر ضيفي في استوديو سيد محمد سكري بحث في مركز جسور للدراسات والشكر موصول لكم سادة المشاهدين على طيب المتابعة لحلقة اليوم من ثنائي الخبر والتي تناولنا فيها مؤتمر بروكسيل للمانحين وما نتج عنه وكيفية إيصال المساعدات للسوريين دمتم بحفظ الله ورعايته كان معكم بشير حاوي من حلب اليوم إلى اللقاء اشتركوا في القناة